هذا هو الزندور سوبرتانك استعملته مدة طويلة واعتمت عليه على أشياء كثيرة بسببت حجمه والتقنيات التي يعطينيها واليوم أخيراً حصلت إصداري اليديد سأتكلم عن الزندور سوبرتانك يعطيكم الصحة والعافية معكم أحمد بوريكي هذا الفيديو سيكون برعاية لكي انتم شاب تأكدوا تشوفون الرابط الموجود تحت حق الزندور سوبرتانك أو غيره من المنتجات من اسمه سوبرتانك إصدار الأولي كنت أستعمله بشكل مطبيعي حق أشياء واحد كثيرة منهم السفر لما كانت الحياة طبيعية كنا نسافر لأنه يبني منافذ متعددة بسرعات جداً عالية أربع منافذ بالتحديد عندنا أثنين باور ديليفيروا واحد منهم سيعطيك 100 واط والثاني سيعطيك 60 واط من ناحية الشحن السريع من خلال USB Type-C مع شاشة نتفر ستكون موجودة هنا عشان يعطيكم مستوى البطارية ومنفذين سيكون عندنا هم بعد هنا من فوق حق الزن شارج من شركة زندور وتايب A عشان تقدر تشحن أي منتج يكون موجود عندك ثاني بس مع السوبرتانك شركة زندور حطت لك أربع منافذ USB Type-C أربعة أربعة واثنين منهم سيعطيك إجمالي 100 واط من أي واحد منهم وعندك هنا 18 واط اثنين هم بعد تقدر تستعملهم حق شحن الآيباد أو حق التابلتس وهنا هم مثلا تقدر تشحن الماكبوك مع التابلتس بشكل سريع وشاشة عملاقة راح تكون أولاد موجودة هنا من فوق لأول مرة راح تعطيك معلومات ما تحصلها بولا بنك طاقة ثاني وهو مو فقط بس مستوى البطارية هم بعد راح يعطيك المستوى لين تقدر تحصله من المنافذ الموجودة هنا من ناحية الواط شكثر قاعد يدخل وشكثر قاعد يطلع لما تشحن انت البنك الطاقة أو لما تشحن من البنك طاقة نفسه هذا معناته لأول مرة راح يكون عندك قراءة دقيقة من ناحية شكثر ايفونك قاعد يشحن شم واط قاعد يأخذ شكثر الجالاكسي مالك قاعد يشحن شم واط قاعد يأخذ وهذا هم بعد راح يعتمد على ساعة البطارية وسرعة الشحن اللي انت راح تحصله من الجهاز نفسه على سبيل المثال عندنا احنا مع السامسونج جالاكسي اس 21 خمسة وعشرين واط كأحد أقصى فلما تتركب انت على البطارية والبطارية يعتمد ايها شكثر قاعد تشحن لك او شكثر مستوى البطارية اللي فيها راح تعطيك تلقائي شكثر انت واط راح تحصل على التليفون نفسه بس لا تكلم وايد شوف انت بعينك فهذا هني عندنا احنا السامسونج جالاكسي اس 21 عندنا الزندور سوبر تانك راح نيب السلك اللي راح يكون موجود داخل مع السوبر تانك نفسه راح تحصل راح يكون اكيد منفذ يو اس بي تايب سي الى منفذ يو اس بي تايب سي انشغله الحين السوبر تانك يبلش التليفون الحين هو يشحن وتلقائي راح تشوف كثير وهو قاعد ياخذه الحين 15 واط 12 واط هذا الشي طبيعي كون انه اصلا مستوى البطارية اللي موجود على التليفون 97% وعادة النسب بتقل من ناحية السرعة لما توصل انت حق مستوى البطارية انه يكون عالي فطبيعي ان انت راح تحصل هذا المستوى من الواط اوتبوت حق البطارية انت قاعد تشحن حينوصلوا الينا الى 6.4 و 6.2 واط من ناحية الاوتبوت بس لانه انت عندي كيني اربع منافذ معناتها تقدر تشحن اشياء واحد اكثر ما راح توقف انت بس انك تحط تليفون خلنشوف شنو بعد نقدر نشحن بنفس الوقت عندي هني بس قاعدة بطل سلك مال سلك مال جوي من نوع توف سيريز هذا راح يكون تايب سي الى لايتنينج عشان يشحن الايفوناتي بشكل سريع انصح بهذا السلك وبشدة هنبعد راح يكون موجود بالرابط تحت فنقدر نيبل الايفونا هني عد الايفونا راح يكون 18 واط تركب تبلش احين هم تشحن هم اثنين راح تشوف تلقائي شاشة قاعد تحط لك هنا في منفذين قاعد ياخذون جمالي 8 واط تقريبا حق الايفونا مع السامسونج جالكسي اس 21 بس احنا ما احنا موقفين خلنحطها من بعد الايباد هذا الايباد 12.9 برو على طول هم بعد الايباد بلش يشحن صار زحم عندنا هني على الطاولة وتشوف تلقائي هم بعد هني صار عندك فتحة السي 2 قاعد ياخذ 20 واط الايباد 30 واط 33 واط 30 واط كم راح يوصل حط بالك ان هم بعد الشحن مال البنك الطاقة مستوى راح يكون 98% فمتروس تماما وقاعد يوزع لك الحين 94.55 واط من خلال ثلاث منافذ بقلن المنفذ الرابع وراح يسويها جماعة الخير راح اركب اللابتوب عندي هني الجوجل بيكسل بوك اللابتوب بالنهاية فراح ياخذ قوة من ناحية الشحن نفسه ندني الايباد راح نحطه هني على جنب عشان تستوعبون انه لي الحين ثلاث منافذ عندنا احنا شاغلة قاعد تشحن راح نركب بالمنفذ الرابع والاخير ومع جوجل بيكسل المفروض يكون سهل نشوف الاي دي انديكيتر بلش يشحن فبلش الحين يشحن اربع منتجات بنفس الوقت واحد منهم اللابتوب يا جماعة الخير استوعبوا معاي استوعبوا فهذا اللي يميز زندور سوبرتانك وهذا اللي يخليني انا احبك قعد اشحن اربع منتجات مهينة تلفونين تابلت مع اللابتوب كلهم بنفس الوقت بسبة الاربع منافذ الموجودة يو اس بي تايب سي ستكون 26800 ميلي امبير وهذا وايد اكثر من المقبول كساعة حق اذا انت تبدأ شحن منتجات متعددة نفس هذه ويضع بالك اشكتر يطول معاك زيادة لما انت تأتي تشحن اشياء صغيرة مثلا نفس الاربودز اللي عندك او البيكسل بودز او حتى ساعتك الذكية الموجودة عندك كل لازم تحتاجه يكون موجود هو اللينك حق اليو اس بي تايب سي وجميع الجهزة تغريبا صالة اليوم تايب سي حتى لو تبدأ شحن الايفون على سبيل المثال بشكل سريع راح تحتاج ان يكون عندك تايب سي انقار نمرة ثانية مع اصدار القديم راح تلاحظ ان في فروقات نسبيا من ناحية الحجم وهذا بسبة المنافذ الريدي دمالوة الاربعة تايب سي وفي عندك انت فرق هم ملحوظ من ناحية جودة التصنيع زندور ما يخاف منها هذا شكل القديم وجودة التصنيع القديمة لانها كلها بولي كاربونت طاقة نفسها راح يكون وايد وايد قوي من ناحية المتانة اللي انت حصلها من المنتجات زندور هذا راح يكون ضد الصدمات والطيحات ما عندك مشاكل فما بالك ان مع الزندور سوبر تانك برو ما راح يكون عندك انت هنا بلاستيك من فوق ومن تحت البنبر اللي على المدار مدارة راح يكون بولي كاربونت بس هنا عندك انت ألومنم راح تكون مادة مختلفة ومادة جودتها اعلى من البلاستيك من ناحية تحمل الصدمات والطيحات غير طبعا الشاشة الكبيرة راح تكون موجودة هنا تطرقنا لها مع اربع منافذ اللي راح تكون موجودة عليه الشيء الوحيد اللي بقى يسافر او حتى لا يحتاج تسافر راح تستفيد من السوبر تانك باي وضعية كون انه راح يكون بنك الطاقة الوحيد اللي انت ممكن تحتاجه عشان تشحن هافي دوتي لود ممكن يكون موجود عندك او حتى المنتجات العادية الخفيفة اللي ما تحتاج انها تستهلك كوائد نحن من ناحية الكثير وهو ياخذك الشحن عشان تقدر تشحن البنك الطاقة بشكل سريع راح يوصلوا اليك لأمية واط لأمية واط يا جماعة الخير فاذا انت عندك شاحن امية واط تقدر تشحن هذا البنك الطاقة لسرعة امية واط عشان تقدر تشحن 26800 ملي امبير بشكل وايد وايد سريع فالسوبر تانك من شركة زندور سوبر تانك برو اكيد سيكون متوفر عند كينتو شاب الرابط معهم سيكون موجود تحت وتوقع بس اذكركم مرة ثانية اذا انت كنت متابع ومشترك ياريت تشرفني بمتابعتك اضغط على زر الأحمر سوى السبسكرايب فعلى جلس التنبيهات تكون منوائل يشوف الفيديوهات الياية وتفاعل مع الفيديو اعطى لايك اذا اعجبك اعطى ديس لايك اذا ما يازلك اعلق بالتعليقات تحت لا تحرمني من وجودك ودائما دائما مشكورين على الدعم وتوقع بس طمعا على طالق سلامتكم تعيشون احمد وعريكي فما الله الكريم